بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد نبقى دائما مع افكار مشاريع مربحة وسهلة وسريعة هنا يقوم اشتاع الدراوات الخاص بالاطفال عندي هذا تقريبا فيه مترة وعندي هذا السامبل في القري هي الزبونة ندخلها مع القري تقريبا عندي فيه 30 سنتيم نحتاج قطعة صغيرة فقط من الدونتيل ولواط تقدروا تقريبا كما تحبوا اليوم بإذن الله سنخيط معكم الحاف بأسهل وأبسط طريقة الحاف مع دراوة مع اثنين وسائد يكونوا معمرين هذا هو القماش تقريبا عندي فيه مترة يعني مترة تكفيكم والقماش سامبل حوالي 30 سنتيم اذا انا هنا سنتبع هذه الرسومات قماش يعني العرض تعال القماش هو اللي غادي نديره في الجهة طول انتاع للحاف هنا يطوط القماش على اثنين بهذا الشكل هكذا باش يخرج لي الحاف والجهة القماش اللي تبقى لي سنخدم به دراوة اذا هنا هو مطوية على اثنين يعني اثنين القطعات عندي فيه 80 سنتيم في الطول وفي العرض عندي حوالي 70 سنتيم ثم من الاحسن تديره 82 على 72 سنتيم واكيد كل واحدة تدير المقاسات اللي تبغي يعني تبغي وتكبره تبغي وتصغره يعني المقاسات على حسب الرغبة ونقص القطعة وماذا بيكم تنتابهوا للرسومات يعني يجيوا للأسفل يعني كما كنت شوفوا هنا يا الحاف هذك الرسومات يجيوا الى الأسفل هاد القطعة نفصلها دراوة نخليها على جنب اذا هنا هنا عندي قطعتان هذا هو اللحاف نزيد نفتح الجهة العلوية اذا من هنا عندي تقريبا 80 أو 82 سنتيم ومن هنا حوالي 72 سنتيم جاتني هنا غدي نقلع هذك الزيادة كنت ارسمت بالطبشور عينت بالطبشور ونقلع هذك الزيادة نقلع هذك الزيادة هنا ينادي نفتح الجهة المغلقة وتتأكدوا انه قمش القطعتين يشوفون للأسفل في زوج بنفس الاتجاه إذا كما تشوفوا هنا يرى عندي هدم كلوب يعني نقلب هذا لهذا الشكل هكذا نقلب الوجه إلى الداخل نتاع القماش نزيد عليه قطعة ثانية وشركه ماشي إلى الداخل وحتى هو يكون يشوف إلى الأسفل يعني هذا كتسا أو هدوك الرسومات هنا المبتدئات قدروا تحكموا بالدبابيس كامل في الجوانب سأجدكم عمليات الخياطة سهلة إذا نروح لماكينة الخياطة نبدأ الخياطة من هنا في الجانب نخليه واحد سنتيم نفوت عليه بالخياطة هذا الجانب وهذا الجانب وهذا الجانب نخليه فقط من هنا جهة سفلية نخليها منسطوحة حتى نقلب القطعة إلى الخارج و بالنسبة للقطعة تحت الدراوة فمبردش نقص منها هاد القطعة كامل سنضرها دراوة فقط نضر لها كفة في كامل الجوانب ثانية صغيرة ثم ثانية صغيرة ونفتليها كامل بالخياطة تقدروا أن تخلوا فيها لون آخر يعني كما تحبوا سنضرها سام ونخليها كبيرة كما أراها بالنسبة للوسائد سنضر وسادة الغيمة بهذا القماش سنضر لها القماش سنضر لها الغوز مع القري هذا شريط منها تقريبا 30 سنتين هنا لدي القطعة طويتها على اثنين بهذا الشكل هنا لدي البطرون الغيمة ماذا بيكون من الأحسن دائما تكون موجودين البطرونة بتاعكم هكذا بشتيكم الخدمة سهلة خاصة أصحاب أو صاحبات المشاريع وإلا حبيتون نضيلكم البطرون تاع هاد الغيلاف في فيديو مع الطريقة بالتفصيل يعني فقط حطولي في التليقات إن شاء الله في الأيام القادمة نعطيكم البطرون هذا كذلك البطرونات الأخرى اللي راها عندي بتاع النجمة كذلك الوسادة العالية هنا دائما تزيدوا حق الخياطة هذه الواحد سنتين يعني توفير وكما تحبوه تبغوه تبغوها كبيرة أو صغيرة يعني المقاسات انتو ما تتحكموا فيهم إذا هذا هو البطرون لكن أنا هنا نزيد شيئا نعلي لأن الجلد كان عندي ناقص كيف فصلت بهذا الشكل اتطلقوا همان في القدرون بدون بطرون ونقص البطرون يذا هذا هم الوسائد بعدما فصلتهم هذه الغيمة بعدما تقطط البطرون هذه القطعة سأخذها بطرين نعطيكم مقاس السلحة هي أنا صراحة سأخذ العيني ميزاني وانتم لا تتحكموا في المقاسات تابعوهم كبار تابعوهم صور هنا عندي القطعة فيها 18 على 11 نضويها على اثنين بهذا الشكل نروح لماكنة الخياطة تخيطوا من هنا وهنا ومن هنا ومن هنا وتخليوا هنا وحد فتحة صغيرة وتتقلبوا القطعات تاعكم ولو تخيطوا كامل القطعة في الجوانب واكدوا القومش الى الداخل تديروا حل فتحة صغيرة بالمقص في جهة واحدة من تاع القومش هنا في الوسط بعدها تتقلبوا القطعة الى الخارج وهذه الفتحة يعني تغلقواها بالإبعال الخيط عندي هذه القطعة سنضيفها بعدما نلصق بعدما نخيط البابيوم يعني ونقلب القطعة نجيب هذا الشكل هذه القطعة سنبنيها ثم نبنيها بهذا الشكل نخيطها بعدما نخيطها تكون بهذا الطريقة خيطة نجيبها ونحكمها هنا بالمسدس اللاسق انا هنا فقط سنشرح لكم بعدما تحكموها دعوها على جنب هذه الوسطة نتعى الغيمة الوسطة نضيف وش القومش مع وش القومش الى الداخل نبدأ الخيطة من هنا نجيب 1 سنتيم نخيط كامل على الدورة ونصل الى هنا نريض الخيطة نجيب المسافة صغيرة ونخيطها لنقلب القطعة الى الخارج بعدما نقلب القطعة على الوسطة الى الخارج نعمرها بلاواط نعمرها مليح بلاواط وهذه الفتحة التي تبقى لي نغلقها بالخيط والابرة غير بيدي بالنسبة لمقاسات الوسطة المربعة القطعة اولى فالقطعة فيها 34 سنتيم 3 4 6 و القطعتين الثانية ها هنا من هنا نفس المقاس 26 من هنا نفس المقاس 26 وكرد كل ملت ذلك مقاسات التي تغييرها كبيرة صغيرة او متوسطة هنا هي القطعة فيها حوالي 11 سنتيم من هنا وهذه القطعة فيها حوالي 25 سنتيم هنا أنا رأي مخيطة درت وجه القماش معه ووجه القماش بهذا الشكل وخيط بعدما خيط قلبت بهذا الطريقة وصلت هذا الضوطل في هذا المكان فتع له بالخيطة من هنا الآن ندرك وجه القماش معه ووجه القماش إلى الداخل بهذا الطريقة ونفت عليها كامل بالخيطة نخلي حوالي 1 سنتيم نبدأ الخيطة من هنا نفت عليها كامل نخلي هنا بالأسفل فتحة صغيرة باش نقلب القطعة إلى الخارج بعدما نقلب القطعة إلى الخارج نعمرها بلاوات ونغلقها بالإبرة والخيط يعني غير بيدي وهذا هو شكل غيمة مثل ما نسكتها مليح تحاولوا كامل تخرجوا هذو الجوانب إلى الخارج هذه هي الفتحة نعمرها بلاوات جيدا وبعدها نغلق بالإبرة والخيط بحيط الخيطة تكون مخفية فقط باليد والبابيو والبابيو كما قلت لكم خيطتها وقلبتها الآن نرهب هذا الشكل وهذا الشريط يجيب هذا الطريقة وقلبت القطعة وقلبت القطعة وقلبت القطعة إلى الخارج ندخل فيها اللوات وقلبت القطعة إلى الخارج ندخل فيها اللوات أنا سأعمل هذا الغليد وتقدم كذلك ندخل البونج يعني ندخل البونج ولاوات ما يحطب لكي يجيب لكي يجيب إذاً هنا بعد ما ندخل نحاول نضغط القطعة ونضغط القطعة إلى الداخل هنا قلبت أكثر تبدئوا هنا في الجانب نضغط القومش مبتدئات من الأحسن من الأحسن ومن الأحسن اللي عندهم مكينة السورجي يعني الخياطة من الداخل تفوتوا عليها بمكينة السورجي إذن دعوا تانية ثم تانية تانية لهذه القرماش لهذه القطعة لجهة الأمامية والخلفية بهذا الشكل تحكموا بالدبابيس وتروحوا تخيطوا كامل تغلقوا هذه الجهة وهذا هو شكلها النهائي خرج ولا أرواح شباب بالبساف هذه هي الوسادة نتعى الغيمة مع وسادة مربعة الضراوة والحيفة نتمنى يعجبكم الموديل ونتمنى يعجب كذلك الزبونة هنا يزيد زينتها بهذا البابيو هنا في الجانب هنا في الوسط فت عليها باتنين خطوط تاع الخياطة هذه هي الغيمة بعد ما زينتها بهذه الطريقة هذه الضراوة بعد ما عطفتها أكيد راها مطوية وهذه البابيو كما قلتكم درتها في الجانب هنا في الأسفل هنا يعبرت المسافة من هنا يلي هنا حوالي 15 سنتيم عينت بالطبشور كامل نفس المسافة وخيط ومن هنا اللي هنا حوالي 17 سنتيم وعود خيط على شكل مستطيل هذا هو شكلها النهائي نتمنى يعجبكم ما تنسونيش بلايك وفرجة ممتعة وسلام